الله أكبر رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلع من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الأغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين بوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما على نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كما بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستأجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستأجلونك بالعذاب وإن جهنم لحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذلك ما كنتم تأمنون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فأبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار والخالدين فيا نعم أجر الآمنين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونضالين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع الأليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يألمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يألمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطغ الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لما المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضل سنين لله الأمر من قبل ومن بعد السلام عليكم ورحمة الله 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 الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للآلمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمأا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض باد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو الأزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما بلكت أيمانكم من شركاء فيما غزقناكم فأنتم فيه سواهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيدين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فطرقوا دينهم وكانوا شياء كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس طر دعوا ربهم منيدين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقهم منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الجسط لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد حبنا ولك الحب الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فآت ذا القربى حقه هو المسكين وبن السبيل مالك خير للذين يريدون وجه الله أولئك هم المفلحون وما آتيتم مبربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المطرفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتالى أما يشيكون ظهر الفشاد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ذي وفنقهم بأضا الذي آمنوا لعلهم يرجعون قل سيغوا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا فرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن أمل صالحا فلأنفسهم يمهدون الله أكبر سمع الماغر من حميدا حبنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ونضالين من كفر فعليه كفره ومن أجل صالحا فلأنفسهم ينهدون ليجزي الذين آمنوا وأمنوا الصالحات من فضله إنه لا يهب الكافرين ومن آياته أن يرسلت لها حوب الشراط وليذيقكم من رحمته ولتجدي الظنك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجربوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الدياح فتحير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبدسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعد يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوب الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا الإلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البأس فهذا يوم البأس ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا مأذرتهم ولا هم يستأتبون ولقد ضابنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مغطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يألمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا لك الحق سمع الله لمن حمد ربنا لك الحق اشتركوا في القناة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويمتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتديه له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب محين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم إن إن الذين عاموا وأمنوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير أمة ترونها وعلقا في الأرض رواسعا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كديم عذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حبد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمام ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا غني لا تشرك بالله إن نشرك الأرم العظيم عصينا الإنسان بوالديه حملة وهنا الألاء وهنم وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك ألا أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا مأروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تأملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لقيه الخبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى للمنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشرك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى أذاب السغير الله أكبر الله أكبر اصنع الله لمن الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يونج الليل في النار ويونج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأم الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا رشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البذل فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أنف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولمذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموانيكم وليس عليكم جناح فيما أفطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 أحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا ورورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا الله أكبر سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصلكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 اشتركوا في القناة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد يعلم الله المعوّقين منكم والقائلين لإخوانهم هنم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودونوا أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا الله أكبر سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما وأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدنوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا الله أكبر سمع الله لمن حويده ربنا ولك الحم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك بلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكب إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحب الأونى صحب إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولخ الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حبنا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمل ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعقيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا واهدي قلوبنا واهدي قلوبنا وسرد ألسنتنا واسلن سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث والسلامة من كل إث والغنيمة من كل بث والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا ومغفرة منك ورضوانا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلق اللهم أسعدنا بتقواك اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك وأغننا بفر وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من جهد البنا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا ومشايخنا وأولاة أمورنا من النار اللهم اجعلنا ممن فاز بالعفو والغفران والرحمة والرضوان اللهم اجعلنا ممن فاز بالعفو والغفران والرحمة والرضوان اللهم إن لنا إخوة في العقيدة والدين أصابهم الظر والعدوان والظلم والطغيان اللهم عليك بالظلمة الطغاة اللهم اقتلهم بسلاحهم وأحرقهم بنارهم وعذبهم في أبدانهم اللهم اجعل أمرهم في سفال اللهم اجعل أمرهم في سفال اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصمين والصهاينة الغادرين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلبهم عبرة واية اللهم أقر أعيننا بخلاص المسجد الأقصى من رجز يهود عاجلاً غير آجل يا سميع الدعاء اللهم عم بالأمن والرخاء والاستقرار جميع أوطان المسلمين اللهم هادم على بلاد الحرمين الشريفين لأمنها ورخاءها وعزها واستقرارها ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى واجزه خير الجزاء على نصرته لإخواننا المسلمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين اللهم يا فارج الهموم يا كاشف الهموم يا فارج الهموم يا كاشف الهموم اللهم فرج هم المهمومين ولك اسكرب المكروبين وقدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفك أسرانا وأسرى المسلمين اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وارضَ عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة